السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملنا الكابات لازم في اي مسابقة يبقى فيه الاول وممكن الاول ده يبقى واحد واثنين وثلاثة ونعمل خناء او مين هياخد الكاز بس مهم يبقى فيه الكاز نعمل كده كاز دوت عملته في اخر ربع الساعة قبل المسابقة ومعنى كده كوبايتين ورق هاخد كوباية خليها سليمة وكوباية الاخيرة هاخد ربعها والزي بتاع الكوباية اللي احنا قطعناها هاخده كده وعمله اقفل بيه الكوباية اللي احنا قصناها معليش ايدي كلها كانت ببهية بقى والوان علشان كنت بعمل كان فيه درع بس اتقصر الوان من كوباية تانية هاقص منها كده اللي احنا قصناها بس انا اخدت من كوباية تانية علشان اعمل اهي هتلاقيها خد تانية شانا قصت منها فكانت طويلة وهاجيب كده حاتة كارتونة وهاقصها من تحت شرايح كده علشان لما لزق بيها تبقى وقفة ومزبوطة معي من فوق ومن تحت وهلزقها بمسادة الشعم هتاخد منك دقيقة وسهلة وشكلها حلو هحط من هنا كده شام وهحط من الناحية التانية برضو شام بسيطة جدا كوبايتين اه مش مكلفة خالص والشكل النهائي ان شاء الله يحلو يبقى حلو يعجبكم هو كده شكله النهائي وبعد كده همسك هعمل ايد الكاس من نفس وقت الكارتون عشان كده انا غيرتها لان انا كنت قصها حتة صغيرة فهقص كده واعمل الايد هعمل اه هقفلنا بس كده بشكل من فوق ومن تحت اتنية تانيتين من فوق ومن تحت بالعكس بعض وهلزق الدراعات عشان يبقى شكل دراع الكاس دراع الكاس دراع الكاس دراع الكاس بتاعنا حطينا اول دراع وهنحط الدراع التاني بنفس الطريقة يا رب الفكرة هتبقى سهلة لو وصلت معي لغاية الحتة دي بتنسيش اللايك دي كانت البوهي اللي عملنا بها المطبخ اي الوان بقى عندك اي حاجة تاني عايزة تسبيه كده اه وتزينيه بس ما فيش مشكلة انا لونته بالدهبي لان هو ده اللون اللي كان متاح معايا بسفنجة كده بفوشة باي حاجة وهلونه كده خالص اي لون عندك حتى لو قلن في الوان مصدر لان هو برق اصلا الوان مية الكليريك اي الوان متاحة بالنسبالك وجاني عندي استيكر فيه شكل المصحف لان هي كانت مسابقة للكرآن الكريم فلزقتها كده وبحت الدانتين اللي عملتها كده من تحت اي بقى دي كور بالنسبالك يا رب الفكرة يكون عجبتكم وربنا يبارك يا رب في كل ولادنا واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته